السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أنا محمد العمصي في المحاضرة التمهيدية لدورة طرق الطاقة الجديدة سأتحدث في هذا الفيديو عن تعريف عمل هذه الدورة سأعرف أيضا بنفسي وسأبين طريقة التعليم التي سنتبعها بالإضافة للحديث عن أهداف المتوقع إحرازها بعد نهاية التلقيق لهذه الدورة طرق الطاقة الجديدة أو نظام نيو للطاقة هو أحد أبسط أنظمة الطاقة الموجودة في العالم ولكن في نفس الوقت هو الأكثر فعلية وتأثيرة ورغم ذلك هو سهل في التعلم لذا يرغب في تعلم الأشخاص الذين يمارسون الإسقاط النجمي والأحلام الواضحة إضافة لتشي كونغ وغيرها من المهارات الطاقية حتى أن بعض المفاهيم الأساسية في هذا النظام قمت باستعارتها وتطبيقها في الدورة العملية للتعليم الإسقاط النجمي والتي يمكن لك أن تعثر عليها في موقع بيت الصفا أو قناتي على اليوتيوب بالنسبة لمؤلف الدورة هو روبرت بروس وهو بريطاني أحمل الجنسية الأسترالية لديه العديد من المؤلفات في الطاقة والروحانيات من مثل وغيرها من المؤلفات التي أمضيت الكثير من الوقت والجهد في ترجمتها وتعريبها وتقديمها لجمهور العربي للقيمة العالية التي وجدتها فيها بالحديث عن نفسي أدعم محمد العمصي وأنا مهندس معماري ومصمم وكاتب كما أنني أمضيت الكثير من الوقت في البحث خلال الموضوعات التي لها علاقة بالإسقاط النجمي على الأحلام الواضحة والتنويم المغناطيسي وغيرها من موضوعات التنمية الذاتية بدأت بجدية في تجربة مناهج روبرت بروس للطاقة منذ العام 2007 وبدأت في تدريبها منذ العام 2011 لدي مؤلفات عديدة نتجت عن هذه الدراسة أهمها كتاب الإسقاط النجمي وكتاب الرؤية بالإضافة إلى مذكرات مجرب في الإسقاط النجمي كما قمت بتأسيس مجتمع الإسقاط النجمي على الفيسبوك وهو يحوي حاليا أكثر من 22 ألف عضو كما أنني كاتب مقالات دائم في موقع بيت الصفن حيث يمكن لك زيارة الموقع والتعرف على الأخبار والمعلومات التي أضعها هناك بالانتقال إلى المحاور والموضوعات التي سنغطيها خلال دورة فهي كالآتي سنتحدث في البداية عن جسد الطاقة ما هو وما هي مكوناته وسنتعرف على طرق التخيل الصحيحة ثم سنتقل إلى كيفية استخدام الوعي ومركبة الوعي المتنقلة واستخدام كل ذلك في التنمية الطاقية للجزء السفلي والعلوي من الجسد سنتعلم تقنيات ارتداد الطاقة وكيفية رفعها وتخزينها وفي النهاية سنتعرف على حسيس تفعيل الطاقة والأعراض الجانبية للنظام وبعض الموضوعات المتقدمة بالطبع سيكون التعليم عن بعد وسيكون عن طريق محاضرات نصية وفيديو ومقابلات على سكايب على مدى عشرة لقاءات بمعدل لقاء يوميا بالإضافة إلى وجود فترة تدريبية يتاح للشخص فيها تجريب التقنيات والاستشارة عند الحاجة الأهداف المتوقعة بعد إنهائك الدورة هي أن يكون لديك معرفة عامة عن علم الطاقة والجسد الطاقي تعرف ما هو الوعي الحسي وكيف تستخدم الأدوات التخيلية في تمارين الطاقة تفعيل مراكز الطاقة الثانوية وفتح مسارات الطاقة في الجسد والأهم هو تعلم كيفية رفع وتخزين الطاقة في جسدي وإذا كنت مهتم في مجال الإسقاط النجمي سيساعدك النظام في تقوية هذه التجارة هذا كل شيء لدي حتى الآن أراكم قريبا في المحاضرة الأولى لنبدأ تعلم المفاهيم الأساسية في الطاقة والجسد الطاقي